في طول الوقت وكل وقت يعني الستة فروز بالنسبة لي طيب وانت بتكلمي تكلمي بدا وانت بتغني غني بدا حبايتك تنسيت النوم يا خوفي تنسان حبستني ورعت النوم وتاركني صغران حبايتك تنسيت النوم يا خوفي تنسان حبستني ورعت النوم وتاركني صغرار انا حبايتك حبايتك انا حبايتك 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 تنسيت النوم يا خوفي تنسان حبايتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني 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 اتركني صغراء انا حبيتك حبيتك انا حبيتك حبيتك اخرب عقلك يا شيرين اخرب عقلك يا شيرين اخرب عقلك يا شيرين انتي جامدة جدا جدا والله بجد بقولك ايه انتي زاعت ما بتحسيش بحنين للأوبرا ووقفة الكورال كتير قوي بس مش عارفة ليه مش بقولولي تعالي غني مش بقولك تعالي وانتي لو روحت وطلعت وقفت في الكورال وغنيتي حبوظ الدنيا طبعا لانك حيبقوشيرين وقفة فالناس عيسمعك ينتي فهتبقى مصيبة يعني بس بتحني الموضوع ده كتير والله طب انا هسألك سؤال تاني في الموضوع ده هو مش مكتوب لي بس انا متهيقلي ممكن يكون كم بيحصل وانتي في الكورال وقفة دايما الكورال بيغنوا الحاجة اللي ما اكتبها لهم أكيد كده ما يحاولش حد يطلع كده ولا كده أكيد كنت انتي تعملي كده ولا أبدا عمري ملتزمت بكتش متلتزم حتى كمان جوا الستوديو ساعات بنبقى عاوزين نعمل حاجة في الانترو مثلا ان انا اغني بس دي حاجات يعني صعبة افصرها للناس ساعات ببقى الناس سمع صوتي بس سمعاني انا كتير اه وبقعد اركب فوق بعض صوتي فوق بعض ايه تراك فوق تراك فوق تراك ايوة ده لازم اقول سادة جدا عشان يطلعوا زي بعض بتعب جدا عشان اطلع ده زي ده زي ده فعلا السهل الممتنع هو صعب ما حدش فاهم ان السهل صعب انا بتاعي ان اللي كان بيغني جنبك في الكوروال كان بتلخبط منك لانك كنت بتقومي طلع شوية كده لوحدك كنا من اغني اغني دماء خفيف ورزيزة و وصاعدتني يعني زي ايه مثلا زي ايه مثلا اه ابجد هوس حتك كلاون شكل الاستاذ بقى منساجم بقى منساجم بقى منساجم يا سلام مستاذ حالات طب بتيك نغنيها بش حفظها او يبش حفظها او يبش حفظها او ممكن اغني لك حاجة من اللي كنا بنقول مثلا لا يقع عليك الخاليا للهوى خالك مشغول عليك البال ولا حد على مالك يلي الهوى يلي الهوى يلي الهواء يلي الهواء لفصل على أدك من في الجمال أدك شاغ القلوب بهواء بين الملاح ساكل وأنا ليموش شادر بين الملاح ساكل وأنا ليموش قادر قلبي إليك شكرا لقد خلفت شكرا صحيح جماعة لو كنت اتلخبطي 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 لا طبعا قلت حاجات وحشة اتلخبطي لا لا اتلخبطي اتلخبطي احنا موفينا اللخبط دي كلها تعرطي طبعا طارق فؤاد اكيد طبعا طارق فؤاد قدمك في غنية عن القدس ايو فان اسمها كان في سنة كان في سنة كنت بعمليها مع طب او كان عمل جميل اوي اسمه احمد فتحي ايوه وهو الحقيقة اللي عرفني هو والده استاذ فتحي فؤاد على استاذ طارق وعملنا الغنوة الحقيقة وطلعت لزين جديد كانت اغنية مؤسرة جدا اه اوي اوي طبعا انا طبعا فكرها بجد طبعا طبعا بعت له يعني سلام بقول له كل سنة انت طيبة استاذ طارق ايوه ان شاء الله كده يبعيد جميل عليك بالمناسبة قبل ما تتكلمي انا برضو طارق فؤاد من الناس اللي محيراني لان طارق فؤاد مغني قوي جدا اكيد واحساسه عالي جدا 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 فعلا فعلا بفكرني تماني بمحمد فوزي اكتر حد بيفكرني باستاذ محمد فوزي طارق فؤاد اه بس بس هو صوته دراماتيك اكتر هه يعني محمد فوزي كنت صوت هو باسم ضاحق وهو يغني إنما طارق مغني كواس قوي قوي معرفش ليه هو ممسوق كده إيه فيه إيه ماله يعني مش عارفة فيه ناس يعني أنا بغني بطريقة تانية خالص أنت نفسك قلت لنا يعني أنا ما كنتش متخيلة أنت ممكن تغني الأغاني دي أو تقولي الحاجات دي أنت فكرة أول مرة قابلنا لو أنت فين؟ أه طبعاً فين؟ مع متحن؟ أه فكرة لما عدت غنيتي كنت لسه في تبتدي الحياة والواجد متحن كان متحمس لك بشكل جداً هو فنان كبير أوي أوي هو فنان جداً طبعاً بس فأنا عاوز أقولك يعني أنا أغنيت بص بقى وغنيت الأغاني الخفيفة ده عشان السوق بيطلب كده دلوقتي كل حاجة بتتغير أوكي ففي طريقة غنى معانة لازم الواحد يقولها يعني يغني بيها عشان الشباب والولاد اللي في سنة والبنات اللي في سنة باية ممكن ساعتها يكونوا أستاذ طريقة محبش يتخلى عن طريقة غنى التمسك بيه بس في النهاية لا يا صحيح هو مغني قوي طبعاً وملحن قوي جداً وكويس جداً بس كده طب سعباً اللحن اللي انت كنت أعملت عليه معاً اللي عن القدس أممممممممممممما شوف انا مش فاكراً الشوطرة بتعتيكم اه أه نسأل سؤال من نفسنا لي تقلعوا كل الشجر من أرضنا من أرضنا نسأل سؤال من نفسنا ليه تقلع كل الشجر من أرضنا من أرضنا ياريت تكون كل البشر من سننا ياريت تكون كل البشر من سننا جاوب يا عالم جاوب يا ناس والله الضوء يرتهى عندنا نقطة ده بقدر بس دخلت دخلت نقطة كده في بعض الصحابي كان بيسر وعض الصحابي يقوله اسمعي 20 قاله 20 ميه قاله 20 آياليل الجملة دي دايك؟ والله كنت لسه في العربية النهاردة مشغال الآياليل والله العزيم بالزبط أنا بعمل كده بكسة بإيدي على كسة بقولها يا وش السعد بكلمها كأنها طفل قدامي أو حد وبعدين بقول الشيرين آياليل أنا عمري ما هكره الغنوة دي يعني عمري ما هنساه مش الغنوة أو ما هنسى اللقب أو اللقب ده أنا بحبه جده إيه شيرين آياليل ده ده لقب عزيز على القلب نحايا شيرين والله نحايا شيرين في شيرين واجدي في شيرين الممرسلة في شيرين سيف النصر وفي شيرين هذا و آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ إن هي بتقول إنه شيرين مطربة شعبية انتي عارف بقية المقولة؟ كمل أنا سمعك يعني نفس لون فاطمة عيد وليلة نظمي أنا شخصيا بس عايزة أقعلق أنا شوف أولك حاجة أنا عايز أعلق حاجة في الأول بس ليلة نظمي وفاطمة عيد مغنيات أقوية جدا أنا شايف أنه هناك أقوية قويسة درس هي تقول اللي هي عايزة ما أنا ما ينفعش يعني ما ما ينفعش أقول شيرين واجدي مثلاً بتغني زي شعبان عبد الرحيم ما ما ينفعش أصنَّفها بأي تصنيف لأن كل واحدة فينا ديها شكلها أكيد فأنا ما ينفعش أطلع أقول هي بتغني زي شعبان هو شعبان طبعاً مش بيغني يعني هو بيقدم لون اه اوكي لون جميل الناس بتحبه وكلنا حبناه وراجل نجح وربنا يا ربي يرزقه كمان وكمان لكن ما ينفعش انا اطلع اقول دي زي كذا ودي زي كذا انا مطربة بغني كل الالوان وده بشهادة ناس كتير قوي انا اقدر اغني لك غنوة ترقص عليها غربي وده كله نزل في جرح تاني الحقيقة جرح تاني غنوة يعني ما اعتقدش انها غنوة سهلة مش عبير دي غنوة ناس اويلة مش اي حد يغنيها اويلة انا مش بقول كده عشان انا بشكر في شغلي بس انا 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 بكلم عن الاغاني دلوقتي سيبك بقى مين بيغنيها مش مين بيغنيها بس انا صبري قليل دي من اصعب الاغاني اللي ممكن مطربة تغنيها مبدايا النفس فيها صعب جدا يعني الشطرة كبيرة جدا انا لجي اقولك ارجع اسمع لشان انا صبري قليل كل مرة تهرب قرب على ايه انت يعني انا كمان نفسي قطع فيك عشان مش نايمة لا عشان مش نايمة وعشان يعني حاجات كتير عشان عادة بخلقتي طول الوقت وانا مقعدك فالغنوة صعبة النهاية تتغنى بالطريقة دي ولما تلحنتلك تلحنتلك علشان امكانياتك تقدر تقول كيف اه ايه تاني بتوحشني غنوة صعبة جدا نسيني برضو غنوة يعني انا الحمدلله كل اغانية مش اغاني سهلة مش باشكر في اغانية بس انا بتكلم عن نفسي طب يا اويلة يا صاحبة الاغاني المنافس طويل عايزة اسمعك مع المزيكة بقى عايزة تغنى لنا ايه فوسط المستيج ممزيكة انا في الغرام انا دايبة سواء يلا انا في الغرام انا في الغرام شيرين انا في الغرام اوه 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 او تعبته ويكفى ان انا قعدت عشر سنين لوحدي بحاول اكون حاجة مميزة يعني وحاجة الناس تتكلم عنها بكنا اقول له هي بتقول له عايزنا اقول لك الدينا بجرم حوالي بصي فعنا يأتحس بناري تكسري طيب من من المطربات بتوع دلوقتي اللي بتحب تسمعيهم ودندنيلهم اغنية بتوع دلوقتي وش بتوع زمانها فانا ساميرة سعيد زي ايه اغنية اللي بتحبيها لا كل اغنية حفظها وكل اغنية بحبها قولي لي حاجة ساميرة ساميرة على بكرة ساميرة سعيد انا عايز اقول لك انتي في الفترة الاخيرة بجد مش الفترة اخيرة طول عمرك يعني تعافي تنقي كويس اغنيكي وبتعرفي تعملي كليب كويس جدا جدا وانتي بجد يعني بهنيكي وبحييكي على اختياراتك وعلى تعبك وعلى تدقيقك اوي في شغلك وبحيي ساميرة سعيد ساميرة بعد حبيلا ايه لا اغنية حاجة قديمة اوي ايه اللي انتي عايزان ايه بوري احنا على مزايد كل مهاردة ايه لنوا بتقول ايه مسمعانة بعد طابلة ايوا ايه بوري 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 ايه بور كل ما لاقي كلامهم اكتر كل ما حبك اكتر واكتر كل ما لاقي كلامهم اكتر كل ما حبك اكتر واكتر هتستألني ليه لنت حاجة بي اه ليه بقى عشان انا بحبها جدا وامتبعها من زمان قوي يعني مش بس الحاجات الجديدة ساميرا يعني مخيشة دماغك من زمان وتطورت احب بتطيقتها يا رمي اه اه وهي احترامها الفناكة من واضح كمان على فكرة وانتي بتتطوري طب على شرين بجد حبي وردة جزائرية موت دي انا من مدرسة الست وردة جزائرية يعني اكتر ست اه اثرت فيا وعلمتني ازاي اقف على الستيدي يعني اه ساعات لما بقى اقف على الستيدي وبنسن في ناس اه كتر مانا بغني بتقيم الدروشة الغراء بشايفة حاجة بفتكرها بقى هي فوقفتها وكل حاجة طيب انا اه عايزة اقول حاجة انتي قابلتي وردة صح؟ قابلتيها فين؟ قابلتها عند استاذ صلاح الشرنوبي اه وده قريب يعني افضيها حدوتة انا عرفها وفي جملة قوية جدا قلت هالك ايه انا عايزة اقولها بس انا احب انك انت تقوليها برضو ما هنفعش اقولها ما هنفعش اقولها طب اقولها طب انا هقولها اه انتي روحتي عن صلاح الشرنوبي وقابلتي وردة واول ما وردة شفتها قلت لها انا الماضي وانتي المستقبل انا عايزة اقول للمدام وردة او الست وردة او الفنانة وردة انتي عمرك ما كنتي ماضي ولا حتبقي ماضي ولا حينفع تبقي ماضي لان كلنا بنحبك وبنموت فيك وبموت فيك يا حبيبتي وتخيلت خانقت معها يعني انا خانقت معها؟ عشان هي عايزة بتروح الجزائي الكتير قوي اه انا بقولها انتي يعني هو انتي ليه بتسافر كتير يعني معاين اسمική وردة الجزائري امشا قلتت هي الجزائر خالص يعني يشعلم انا مستخرب انا قوي انا عايزة اتعاط في مصر انا عايزة اتعاط في مصر انا بجد بحييكي وبنتطمن على صحتك وارب تكوني بخير وعيد سعيد عليك يا مادام وردة ومنحييكي كلنا وبعد كتلك تاني بقولك انك عمري ما حتكوني ماضي واحنا بنحبك وبنموت فيك وشرين من عشاك وعايزة تغني ايه لمدام واردة تغني لها ايه العين السود وعملتي فينا السنين عملتي فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان يبقى كان كأتزامان كأتزامان حياتي أبداً ده لو كانت قالت إن أنا الماضي وإنت المستقبل أبقى أنا انتهيت لا ينفعش روحي وروحك حبايب من قبل دل العالم والله 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 موسيقى 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 وانا عايشة انا وامي واختي فهفتح الباب دي ما ممكن الداخل علي دي يكون بقى مع اي حاجة تانية غير الاوراق مسلا اه طبعا ممكن مسلا يعني بس في منهم بنقف وبنسمع وكل حاجة بس بس بيبقى يعني ازاي هقدر اقديلوا رقم تليفوني والحاجات دي بنبقى وقفين في حتة انا شايف من الموضوع ده صعب جدا انا شخصان بتعرض لكده وحد يقول لي مسلا انا عندي قصة كويس عايزة دهالك بتاع اكيد اكيد ببقى برضو صعب الموضوع وعايز اقول لك حاجة انا مش هقدر افيد اي شعر غير لما هيروح يدي كلامه لحد يلحنه ويجيب لي شريت كاسة يسمعه لي ممكن اساسا يكتب لي على الظرف رقمه ويحطولي تحت الباب ويمشي مش ضروري افتح له لهو عمل جيد انا هسمعه هكيد طبعا وهكلمه في التليفون بيبقى فيه طريقة تانية بس الحاجات بقى اللي هي فجأة تبوس لواحد قدام مني ده فانا بخاف الحاجة طبعا عندك حقه طبعا يعني لو عايز اسمعه بخافه اسمعه طيب مين من اصحابك الادام اللي لسه على اتصال لي لغاية النهاردة هل هي في ناس كتير ناس كتير يعني احمد سعد اللي هو مطرب الكميل احمد سعد يعني احمد سعد يعني احمد سعد بص يا رايز اقلك على حاجة الناس الجامدة بتعرف بعض اكيد لان انا رايي في احمد سعد وعايز اعتذر له لان هو كلمني كتير على فكرة بس انا سمعت انك كنت بتبقى مسافر وانا كنت مشغول في البرنامج عشان بتزعلش مني بس يعني احمد سعد من المطربين الاقوية جدا انا شايف انا مطرب قوي جدا 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 ونفسي شرفني في يوم من الايام ودا ليس على تصال بيكي اه لا احمد يعني ما نقدرش ما نكلمش بعض وبتاخدوا رأي بعض اه في كل حاجة يعني يعني لو في مثلا اغاني جديدة احب اسمعها له وهو يغنيها هو يبقى حافظها قبل ما تنزل السوق بتاعتك اه ويقعد يغنيها وانت نفس الحكاية اه مش طول الوقت يعني مش طول الوقت لان اغانيه هو برضو يعني اه محتاجة وقت عشان تتحفظ غير طب هل انت يا شيرين ممكن واحد زي احمد سعد اه ما تقوليله رأيك في شغله كده بتبقى ساعات برضو بتسعديه في ان تديله دفعة زيادة هو بس هو ساعات ما بسمعش كلامك كتير يعني كتير جدا بيبقى عنده تصوير وقول له يا بابا نام يعني لازم تنام وتسحة تاكل وتروح للستوديو مثلا اقول له قولي لنفسك لا انا بنام كويس كل حاجة باكر كويس مش باين علي ولا ايه لا باين باين اه هو يعني بيبقى عنده تصوير الساعة اتنين ويفضل صحل الساعة عشرة الصباح فقول له انت مش قاتل شيء مدمر للصوت طبعا شيء مدمر جدا طب انت الحانك اللي بتعمليها او اللي بتجيلك ساعات بيقالك رأي فيها يعني بتقولي رأي فيها ساعات كل الالحان يعني مثلا ما اجي اقولك لحنة شكل وكذا فتقوليه طب ما نخليها كده اكيد يعني في حاجات اللي بافهم فيه بقوله يعني اه لا وفي حاجات ما بعرفش فيها فبقول فكرة لو اوكي بتنفع بينفزوها مش اوكي لك طب مين اكتر ملحم بترتحي معا في شغلك والله بحب جدا استاذ عريد سعد جميل وبحب محمد مصطفى كملحم كمان تخيل واللهي اه اه جدا يعني اكتر غاني شدتني اه لي اه ولا الايام تجيبني قلبي لازم يموت كل الحان اللي عملها سميرة فان انا سميرة اه مين تاني يا استاذ الراجل عمشاري جميل انت بتختاري الناس اللي ايه اه يعني فيه ناس كده بيوصلوني على طول طبعا 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 طم مين من الملاحنين بتوع زمان اللي كان نفسك تشتغلي معاه وما هكتهوش طبعا اه ان شاء الله يعني على الحق وده يعني استاذ صلاح الشرنوبي ربنا نجيله الصحة طبعا بطولة العمر يعني اه واستاذ ماليه خمدي يعني انا كان نفسك الراجل في الده في دمي يعني ده بس انك ستقولي معاشرين بعض استاذ بريك حمدي عن طريق الحانه اه معاشرين بعض عن طريق الحانه طبعا طيب هو فات المعاد مش بريك حمدي اه مش كده اه انا متهيئة انا عتاخر ان فات المعاد بريك حمدي اصلا انا مش قديمة شوية فهمت لا انا قديم انا قديم انا عجوز كبير انا دايما بيقوله عليك ربنا اديك السحة فكرة فات المعاد اكيد فكرة ايه طبعا طب انا عايز اه وحدة فات المعاد في المعيد فات المعاد وبين بعد 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 والنار النار النار اشتركوا في القناة 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 والخطوة في فنان ننشو في ساعة شوق قبل جوان بأرواب الله عليكم وبحر الهوى غضان والبحر في فدان والبحر في فداني والبحر في فداني طيينة الدنيا والبحر في فدان قولي الحكاية تعالي هنا تعالي هنا والبحر في فداني يعني ايه افهم افهم ايه البحر في فدان ان سمعت يعني ايه البحر في فدان يا شيرين افهم البحر في فد أنا عايزة من دا يا حزنبل أنا عايزة من دا أنا سعيد جدا بالليلة الجميلة دي من ليالي الراي وبشكر الفنانة الجميلة شيرين على تعبها وعلى وقفتها جنبنا النهاردة وبشكركم أنتوا بالذات بجد كلكم وأنا بقول لكم بجد أنا بقول لكم بجد ومن قلبي دي من أحلى الحلقات اللي سجلتها في ليالي الراي والله بجد من قلبي وعلى رأي المثل بيقول لك البحر في فداني بذكر شيرين وأنا لجاي أقول لك ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة